لا حصانة لفاسد، قالها الرزاز أثناء زيارته لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكداً أن الحكومة عملت ومنذ بداية تشكيلها بكل جدية لمحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية، وقدمت الدعم والعون للأجهزة الرقابية المعنية بالمحافظة على المال العام. بمهمة مشتركة تعمل الحكومة وهيئة مكافحة الفساد على تنفيذ التوجهات الملكية السامية دون تساهل أو تهاون مع رموز الفساد، وأكد الرزاز أكثر من مرة أن مؤشرات منظومة محاربة الفساد تسير في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن عدد القضايا التي حولت الهيئة للقضاء منذ بداية العام الحالي وحتى العشرين من آذار من العام الحالي بلغ 81 قضية على حد قوله. يبدو أن الأيام أنست الرزاز أو تناسى إن صح التعبير، تعينات أشقاء النواب الأخيرة في وظائف قيادية بالدولة بموافقة دولة الرئيس، وتعينات أخرى أثارت جدلاً في الشارع المحلي لم تغب عن بال الأردنيين، خاصة بين العاطلين عن العمل الذين اعتصموا أمام الديوان الملكي في ذلك الوقت، مطالبين بحقهم بالحصول على الوظائف كما كفله لهم الدستور. ومن جهة أخرى تحسب ما يعرف بقضية الدخان المزور ضمن إنجازات حكومة الرزاز بمكافحة قضايا الفساد والتهرب الضريبي. حيث أوقفت الجهات المعنية عدداً من كبار الشخصيات المحسوبة على الدولة وكبار المستثمرين كانت فكرة أنهم فوق القانون معتقداً شائعاً بين المواطنين.